هنا كمل 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 وبقولك على نقطة ضعف في الزمالك النهاردة احنا قلنا انه اجمالا اجمالا يعني اجرع لي الوقفتين رجع لي الوقفة والكرة في الهواء بس بس لا كمل 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 س Bengtik moท fasc romance بس وقف له هنا وقف له هنا وقف له هنا قلنا انه اجمالا في رارة تفوق علي كابتان احمد سامي احمد سامي ما لقاش حلول وجعة عارك حالة بوقفة اللاعوبة في الملعب أحمد سامي دخل المباراة بالأربعة أربعة أتنين وحاول إنه يشتغل بشكل لعب فيه قدام المصري اللي قدر يخترق المصري بشغل كتير قوي وخلخلة من خلال العمق فرير قال له بس وقف هنا راح تطلقه ثلاثة في وسط الملعب وثلاثة في الخط الخلف بقوا ثلاثة قدام ثلاثة تخترق الزامي العمق كان لازم أحمد سامي يلجأ للأطراف ما لجأش لها اللي متأخر وكان ناجح جدا في الكرة السابقة ونقطة ضعف عند الزمالك وكانت واحدة من نقاط القوة عند الزمالك قبل كده نقطة ضعف واضحة جدا عند الزمالك لقدمش الكرة الأولى في واحدة بعدها وشالها عوادت لعبة على البعيدة من ضربة سابقة وبنفس الطريقة الكرة بتعدي فالتاكتك اللي استخدمه أحمد سامي قدر يتغلب على تاكتك فريرة الناجح جدا في الكرة السابقة سواء على صعيد الدفاع والهجوم بغض النظر إن الكرة تحسب التسلل لكن الكرة اتخذت مرة واثنين وثلاثة جوها بص كما وحدة يا كريم ولا العيب من الزمال لاخد الكرة لا في السقوط لا في الأولانية ولا في السقوط ولا في التكملة بغض النظر أنه كان حالة تسلل صحيح بسبب التدخل مشيها على سرعتها عادي جدا أنا مش عايز الإعادة لي خطأ في التمركز يا كريم اتكلمنا عليه للزمالك في مباراة في لامبو وتكلمنا عليه هنا. الزمالك حتى رغم انه بيلعب بثلاثة. عشان كده هم كلهم بيتكلمهم ببعض و بعد الكورة. كل لعبت الزمالك. بص هاتلي بقى الاعادة اللي بعديها. هاتلي الاعادة اللي بعديها. الصيدة الجانبية. هاتلي الاعادة الجانبية. طب بس وقف هنا بقى. بصها بصها كريم. لما كون انا واقف بستة لعيبة. بستة لعيبة. في عرض ملعب خمسة يارضة. بعرض الملعب. واقف بستة لعيبة. وتضرب بالطريقة دي. بص لو الكورة دي راحت لجون البوكا. بس جون البوكا كان نزل على الجليل اتنين على كعوبه. لعيبة الكورة يقولك ما تقفش على كعبك. طول ما انت بتستني الكورة. واقف على كعبك. عبار ما تيجي تعمل اكسليريشن مدافع دخل. فهنا كان البوكا لازم يعمل الباس عشان يودي احمد ياسر. اللي هي اتأخرت جزء من سنة واخرتش كالجون. المشكلة فينا يا كريم. لعيب دخل على اللعب اللي معاك كورة. وست لعيبة بعد كده في الكادر معاهم اتنين لعيبة. لاتنين مش ممسوكين. الحالة دي قررت ماتش فلمبو. شرحناها هنا في ثلاث اربع حالات ماتش فلمبو. المنافس الهزيل جدا. والنهاردة بتتكرر تاني. بص كمل بقى كملها بالراحة. كمل فريم فريم. بصها كريم. ولا الهواء. ولا الهواء. فيش لعيب منهم ممسوك. كمل تاني. كمل تاني. كمل تاني. كمل. كمل على سرعتها. ولا الهواء. ده يا بوكا بيستلم وبيمرر كمان. بيستلم وبيمرر. والراجل بيلف. لا ارجع لي تاني. ارجع لي تاني. ارجع لي تاني برطة. ارجع لي تاني.아니 the other way. في لفة هنا. لفة غريبة جدا جدا. بص بصها كريم.، بص مدافعة يميل ايه. كمل بقى. كمل بالراحة. كمل بالراحة. لا a tune with him. بصها كريم. كمل كمل الرجل طلعه الدقري اتراح فيه الرجل لف لف بعيد جدا خد مساحة كبيرة عبالمرجا سابه كمان سابه داله داله نفس انه يعدل ويعدل وحطها بيبينه ده بغض النظر ان الكرة برضو رغم انها تسلل زي ما قلنا وقفت الدفاع كاد غلط بصك كريم هنا كل ده اللينز بما رفعش فاحنا هنا حتى الان اللعبة ردي انها ممكن تتسجل جون بص خطأ كبير جدا طبعا محمد عواد كمل 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 كرة سهلة في المتناول في وسط المرمى كمل سهلة قوي سهلة قوي سهلة قوي ما تخشش محمد عواد يعني فمحمد عواد بالمناسبة انا من الحراسة لا بحبهم جدا بحب الستايل بتاع محمد عواد جدا لكن عندي مشكلة في مستوى في مستوقف معلش قبل ما نكمل عندي مشكلة في مستوى عواد في المباريات الأخيرة تمطش في لمبو أخطأ خطأين كبار جدا فخلينا نكمل كمل حالات كمل كمل نفس المشكلة نفس المشكلة الراجل بيخش ويستلم آه ما لبسيتش لكن الراجل بيخش ويستلم ودفعق بيفراج عليه باللعابة يقف عليك وعب المدافعين كلهم محدش ماسك الماسك كله عدد كبير تواجد عدد داخل المنطقة لكن الراجل طالع بيستلم على السدر بص بصها كريه مسافة كبيرة جدا 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 بينه وبين المسلوس وبينه وبينه عبغاني بسافة كبيرة وده السترايكر اللي المفروض واحد منهم على الأقل يبقى ستيك لي لازم يبقى مسكه على الأقل فرق بينه وبينه يرضى عشان ما يلفش به مش فرق 3-4 يارض يلا اللي بعدها اللي بعدها ماشي 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 على عدلتها خلاص خلاص كمل كمان الجول الجول وقفلي هنا قبل ما يشوت وقف بس وقفل بصها كريه فيه لقطة ممكن الناس وقديتش بقى لها منها فاتوح راح شاط مضطر رجع لي تاني معلش رجع لي فريم واحد فريم واحد بس بص فتوح بيعمل بيديو كريم بيعمل كده بص بص كاميرا الجيلة هنا بيعمل كده عايز حد يطلع له يمين أو شمال لما لقاه قفلت عليه وخلاص هو رايح في الفرونت والعب عملة بترجع المدفعين عشان رجعوا مع أكنول الحد مع أكنوله وقع في التسلل معرفش بصير راح شاريتها برجلي لي مين وطبعا يتحمل مسئولية الهدف بليزبت مما زي ما انت قلت في الانترو